بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكمل معكم إن شاء الله في الجزء الأخير من حيثتنا اليوم وهذا تكون إن شاء الله عشر دقائق أخرى في التطبيق الفكرة منها كان في حلقات سابقة للتطبيق ومنها تعلمتوا بس هي الفكرة كيف أجاوب بطريقة تكون واضحة لكل شيخ قدامي يعني إذا أنا استعجلت في الجواب أو إذا كنت بطيء في الجواب أو بحكي ببطء مش كل الناس متعودة عن نفس الإيجابة ومش كل الناس تعلمت عن نفس الشيخ ولا نفس طريقة الإيجابة بحاول أعلمك أنا بس طريقة منهجية بحيث إنه مين ما كان قدامك مين ما كان بامتحن فيك إنه يستطيع إنه يفهم منك الجواب بطريقة صحيحة وما يغبطك حقك لأنه مرات كتير المعلومة زي ما كنا بنحكي هلأ في الاستراحة مع رجاء إنه مرات المعلومة موجودة عند طالبة بس مش عارفة تطلحها مش عارفة تحكيها فإحنا منجرجرها كلجنة امتحان منجرجرها جرجر المعلومة بس هي المعلومة موجودة بس محتاجة شوية تفصيل وتهيئة وشغل اللي بدو يتدرب على الوقف والابتداء بدو يتدرب بطريقة بسيطة اللي هي يمسك كلمة كلمة في القرآن والكلمة المش عارف شو هي يرجع للوحدة تاعتها أو الجزئية في الوحدة اللي بتتحدث عنها طبع حنكمل معك يا رجاء بالأول يلا إحنا وقفنا عند فيها تعرفنا إنه كيف مد لازم نسميه دائما نسمي اسم المد أول شي شو هو حرف المد ونسمي اسم المد ومقداره هو جوازه أو وجوبه وتحدثنا فيه في الجزء الماضي عن موضوع الجدول في نهاية كتاب المنير في وحدة المدود كيف أستفيد من هذا الجدول ليعلمني الإجابة السريعة عن حرف المد يلا خلصت كلمة فيها من من النون ساكنة سكون أصلي نقف عليها بسكون المحت وجه واحد فقط مع مراعاة البينية في النون أما في الوصل يكون الحكم إضغام ناقص بسبب جاء بعدها يفسد الدال إذا مدامك حكيتي عن الحكم لازم برضو تعطيني اسم الحكم كامل إسمه من ناحية إحنا عنا ست معلومات لازم نعطيها في الحكم إضغام أول شي العلاقة صغير صح صغير نعم تقارب صغير نعم حكمه الإضغام حكم الإضغام الناقص نعم ما أقولنا واجب لجالسة واجب واجب بعدين يبغلنا هاي صاروا سبع معلومات بدي أعطيها شبت اللي يعني لما بدي أحكي عن الشغلة أسميها كاملتا إذا حكيت عن المد أسميه كامل إسمه حكم مقداره طيب الحرف بدي أسميه إسمه شو الحركة اللي عليه شو الأوجه اللي عليه وهكذا إذا مدامك دخلت في حكم فلازم أحكي الحكم كاملا سبع معلومات بدي أعطي لكل حكم إذا بالإخفاء بدي أعطي إخفاء وحكمه الإخفاء عندي إخفاء وإسمه إخفاء حقيقي ولا إخفاء شفوي بدي أعطي شو نوعه وشو غنته وشو تفخيم الغني ولا ما شو مفخمة لأن الإخفاء في موضوع تفخيم والترقيق فكل شغلة لما أحكيها بدي أحكيها كاملة فهمت الفكرة نعم فما دمك حكي إضغام الناقص أعطيني السبع معلومات مرة أخرى النون بعدها يا الحكم إضغام ناقص غنى أكمل ما تكون أو غنى شوفي هي نحن نحن الغنى ناخذناها على مراتب إيشي أربع مراتب إيشي خمس مراتب أربع مراتب لا خمس مراتب كاملة لأن الأربع مراتب بعتبروا كمان إضغام الناقص إنها أكبر ما يكبر عشان إحنا ما نلخبطك إحنا دورتنا هاي ملتزمين الكتاب المنير فإحنا مع الخمسة هيك عطونا إياها إنه أكمل ما تكون تكون في كل الإضغامات والمشدد والغنى الكاملة تكون في الإخفاء والإقلاب والثالثة في المتأساكن والرابع في المتحرك لا هم يعطيني الكامل للإقلاب والإخفاء لا غنى الإخفاء بتكون مرتبة ثالثة بس كاما إحنا نلتزم كتابنا الغنى هاي من المرتبة الثانية المرتبة الثانية بس المفكرة أنه أنت حكيت عن غنى وحكيته حكيت إيش أنه واجب ولا لا أو ما حكيت إيش أنه يعني هو إدغام ناقص بغنى كاملة الحكم وإدغام حكم هواجب مع إيش كمان علاقة صغيرة العنون معليا تقارب صغير تقارب صغير أيها بالضبط فإذا عشان أنت عشان توحدي المعلومات خلي عندك سيستم في الإجابة بسبب أننا تحدثنا عن هذا الموضوع خلينا أعطيك السيستم لإجابة الإضغامات لو تكتبها عندك أول شيء يا بتبدي بعلاقة الحروف وثم بتحكي عن الحكم يا بتحكي الحكم من أول وآخره كامل فخلينا أعطيك الطريقة الأولى وعطيك الطريقة إذا أنا بدي أعطيك الطريقة الأولى لهي بعطي العلاقة ثم ببدأ بالحكم بحكي كالتالي نون ساكنة وراها يا متحركة علاقة صغير طيب وتقارب تقارب صغير طيب هاي العلاقة ثم ببدأ بالحكم وحكمه الإضغام الناقص بغنة والغنة من المرتبة الثانية يعني شايف الحكم أجا بعدين إضغام ناقص واجب حكمه بغنة والغنة مقدارها من المرتبة الثانية مقدارها حركتين من المرتبة الثانية لأننا في كتارنا المقدار نفسه ثابت للثالث مرتبة الأولى مقدارها حركتين من المرتبة الثانية طيب هاي أعطينا السبع معلومات كاملة طيب بس أعطينا العلاقة قبل من أعطي الحكم طيب في تقارب ثانية إني ببدأ من الأول بحكي إضغام صغير واجب إضغام صغير كناقص واجب بغنة مقدارها حركتين ومرتبة ثانية فيا بحكي الحكم كل مرة واحدة بالسبع معلومات أو بحكي العلاقة لحال ثم بحكم لحال لأنه وين تعت العلاقة لحال والحكم محال مرات بتفيدني في التنوينات وفي الأحكام الأخطاء فأنتي علاقة طيب من يفسده كيف أقف على يفسد يفسد فيها ثلاث أوجه السكون المح سمي الحرف دال فيها ثلاث أوجه دال دال المضمومة نقف عليها ثلاث أوجه حركة أصلية نعم حركة أصلية بس خلينا عن موضوع أنه أصلية ولا مسأصلية أنت حكيت عن النون هنا سكون هنا أصلي طب ما نشاهد أنا مش شافي إشي مكتوب فوها لأنها في الوصل نعم بسبب حكم الإضغام تجريدها من الحركة جوابك منتاز إذن هي النون ساكنة جردت أو عرت من الحركة بسبب علامة ضبط الإضغام طيب عرت من الحركة بسبب علامة ضبط الإضغام وهي كمان بالإخفاء نفس الشيء تعرم الحركة طيب النون الساكنة لا تكتب عليها الحركة فهاي علامة ضبط فحلو أنك كتبت إنها شالوا الحركة من فوها بسبب دخولها في حكم بعدها ممكن تكون إخفاء صح والإخفاء بتكون أيضا نعم طيب فهلأ الدال يحكي تضم مضمومة لأنه بديش إياها مما حركة بالتقاء ساكنين لأنه حيختلف الحكم لو كانت متحرك بالتقاء ساكنين فكتير مهم تحكي الدال مضمومة ضم أصلية نعم نقف عليها بثلاث أوجه الواجه السكون المحض مع مراعاة القلقلة في الدال عشان ما نلخبط الناس وما نطول إجابة السكون المحض والإشما مع مراعاة قلقلة في الدال نعم وواجه بالروم مع ثلثة الحركة الروم بثلثة الحركة بتاعتقيل إياها نعم يفسد دو آيو هاي لصغيري صح تمام فيها حكينا عنها يسفكو حكينا عنها الكاف مزي ربو لا هون خلينا مفتوحة هاي مضمومة خلينا بياسفك يلا وياسفك الكاف مضمومة ضم أصلي ايو هاي كسميت يا صح بكم لي نقف عليها بثلاث أوجه بالسكون المحض والروم بالسكون المحض واجه سكون المحض وبالروم بالإشمام آه يعني وبالروم بالروم ثلثة الحركة آه إذن هيك بحكي ثلاث وجوه السكون المحض والإشمام مع مراعاة ثم سلكاف والروم بثلثة الحركة طيب الدماء الدماء نقف عليها لا سمي الحمزة سمي الحمزة حمزة فتح أصلي فتح أصلي نقف عليها بالسكون المحض واجه واحد واجه واحد والمد قبلها يمد ثلاث أجه اثنان أربعة اثنان أربعة ستة جوازا مد عرض للسكون لا 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 شو المد مد الدماء آه عفوا آه مد متصل مد متصل إذن مد متصل نعم نقف عليها بأربعة خمسة جواجب وستة جوازا آه والسادس شو اسم السادس إلا اسم مختلف مد متصل عرض للسكون ومد ستة حركات جوازا فإذن والمد قبلها إذن همزة مفتوحة يوقف عليها بواجه واحد وهو سكون المحد والمد قبلها هو مد يمد يمد أربعة وخمس حركات وجوبا مد متصل أو جوازا ست حركات مد متصل يعارض للسكون طيب لا روما فيها ولا اسمام لا روما فيها ولا شمام حقا ما حكيت واجه واحد فما أوتوماتيك اللي بفهم الواحد إنه باي ديفولت إنه هاي سكون محد ما في شمام نحن ونحن ونحن أيضا النونس مضمومة ضم أصلي نقف عليهم ثلاث أوجه السكون المحد مع مراعاة يعني السكون الأصلي السكون المحد والإشمام نقف عليه بنون ساكنة مع مراعاة البينية في النون وفي الروم واجه واحد إلا هي واجه واحد مع ثلث الحركة مثل هذا لو قلتلك النون مع النون البعدها شو حكمها النون مع النون هو تماثل كبير علاقة تماثل كبير وحكمه الإظهار الإظهار ممتاز طيب لأن مرات بلخبطوا الشيوخ بيكون مرات في تنوين أقولك هي نون ونون ولا تنوين ونون فالتماثل بدنا ننتبه عليه طيب نا نسبحوا آخر واحدة نسبحوا نقف عليها هي حاء مضمومة آخرها حاء مضمومة نقف عليها بوجه مضمومة ضم أصلي نقف عليها بالسكون المحد مع مراعاة الهمس في الحاء والإشمام كذلك والروم بثلث الحركة بثلث الحركة بارك الله فيك و جزاك الله و خيرا سهل بارك الله فيك تزاك الله الله أهلا وسهلا سهلا سكيف حالك يا سعر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا الله تفضلي بحمدك بحمدك نقف حركة الكاف في فتح حركة أصلية نقف عليها بالسكون المحد مع مراعاة همس و رخاوة الكاف همس و رخاوة أو شدة الكاف شدة الكاف أصلي نعم آآ شدة الكاف شدة شدة الكاف همس و الشدة طيب ممتاز نقدسه و نقدسه و نقدسه حركة السين ضمة أصلية نقف عليها بالسكون المحد مع مراعاة بالسكون المحد و يدخل عليها روم و إشمام نقف عليها بالسكون المحد مع الإشمام مع مراعاة همس السين و نقف عليها بثلثة حركة مع الروم ممتاز لك بحمد كم زي لك خلينا نعدي عنها قال حركة اللام فتحة أصلية نقف على اللام نعم واللام أصلية لأنه ضروري في اللامات إذا أشر لك الشيخ على لام بالامتحان يعرفي أن لازم اللام كمان تسمي نوحة اللام والهاءات اللام والهاء مش بس النوحة من ناحية الأصلية ولا مش أصلية أو لا بديك تعرفي لازمة ولا مش لازمة مثلها مثل الهاء المتطرفة بدي أعرفها هاي الهاء تأنيف والهاء كناية والهاء ملحقة بالكناية فلازم أسمي لأنه فيها الهاء أحكم فاللام دائما بقول لازم مش بس أسمي الحركة وأسمي نوحة هاي لام أصلية لام الفعل الأصلية لام فعل أصلية مفتوحة نقف عليها بالسكون المحض مع مراعاة توسط اللام وبينيه نعم والمد قبلها والمد الذي قبلها والمد الذي قبلها نقف عليه بثلاثة أوجه مد عارض للسكون مد جائز عارض للسكون نقف عليه اثنين اربع ست حركات أيها ما تسقطع الكلام فإذا بحكي اللام اللام الفعل الأصلية مفتوحة ينقف عليها بوجه واحد وهو السكون المحض والمد قبلها عطول استعجلي بلاش يفكرك أنك تعطي الكلمة كلها من وجه واحد طيب لا ما أنا بحكي في الحرب بعدين بدي أرجع للمد كون آآ بس نشي يعني أنا أشرتلك إلها أصلي حاولي الكلام ورا بعض عشان الشيخ إذا كان مستعجلي ومش متعود الكلام البطيئ هذا بخايف يعطيكي إنه هاي غلط الجواب فأنت الفكرة أو فورا بعض لا مفتوحة وجه واحد سكون المحض مع وراءة توسط والمد قبلها مد عارض لسكون 2-4-6-جهز طيب ورا بعض يلا إني نقف عليها ياء مدية نقف نقف مد ياء مدية مد طبيعي نقف في حالة الوقف نقف عليها مد مقدار حركتين واجب طبيعي طبيعي حركتين واجب طبيعي في حالة الوصل مد جائز منفصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات طيب هنا بالجائز دائما أذكر بعدها كلمة وليس لنا في عند حفص من طريق الشاطبية إلا المد هو ومد الصلة الكبرى الثنتين منحكي وليس لنا يعني ما تحكي جائزه فقط هذا اللي بيحكي جائزه فقط اللي بيدرس قراءات اللي بيدرس قراءات كلك جائز وخلاص بكفي بس أنا لما بقرأ بس الحفص أنا بس هاي الرواية لعندي وأنا عادي بعلم طالبات وأحكي لها جائز هشو عادي ترعب تحكي معناته فيه عيلي خياري ما أمدها إحنا اللي بندرس طريق الشاطبية ما عنا قراءات أخرى إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله يا رب يكرمنا بالقراءات وما بعدها بس الفكرة إنه ما عنا قراءات فلما تحكي لطالبي هذا جائز شو حتفكر أنا بقدر أمد وبقدر ما أمد فلما تجاوبي في المد المنفصل إن كان منفصل حكمي ولا منفصل حقيقي منفصل حكمي زي هؤلاء وهكذا زي هؤلاء مثلا أو منفصل حقيقي أو مد صلة كبرى كلهم بتضيف جملة بعدما أحكي جائز ومقداره أربعة وخمس حركات وليس لنا في حفز من طريق الشاطبية إلى المرض أو بتحكي جائز واجب عند حفز في ناس بحكوا هيك في ناس بحكوا هيك جائز واجب عند حفز هو جائز كعموم عند القراء ولكن واجب عند حفز عشان ما تفكر الطالب إنه أنا إلي خيار مش زي المد العرض للسكون هنا 2-4-60 إلي خيار أنا ققار هذه الرواية بس هنا لا ما إلي خيار في طريق الشاطبية لازم دائماً بمد إحنا المد المد الفصل موجود عنا في الطريق الشاطبية طيب أعلموا أعلموا نقف على الميم مي حركة الميم أصلية نقف عليها بالسكون المحض ويدخل عليها روم وإشمام نقف عليها بالسكون المحض مع الإشمام مع مراعاة توسط وبينية الميم ويدخل عليها روم بثلثي حركة هي توسط وبينية ما بنحكو ثنين مراد يا بتحكي بينية يا هيت يا توسط يا هيت يا لزق أسنتي فيش سنتين همي مش مختلفين عشان أجمعهم تريد جملة واحدة فمع مراعاة توسط أو مراعاة بينية طيب ما لا على أي شو بدي عماء أو لا شو رأيك هل أستطيع هي عفكرة كتير بيجبوها في موضوع المقطع الموصول هل هي موصول لا بس هي بالخط من الوزاءات بعض عفكرة بالخط كتير قربات من بعض بس هي ليست من الموصول كذا أنا أستطيع أن أقف بس بقدر أحكي أنه ما بصح لي أوقف عليها أعلم ما يعني أنه ما لا يعني أوقف عليها إلا اختبارا أو أبدأ فيها اختبارا لا تعلمون مثلا أما كل الوقفات اللي أنت شيخيتها قدامك كلياتها ليست من الوقف الحسن حتى من بعضها مش طبي يحكي بك نعم عشان هيك بحكي لك أنا يعني طلبوا مني أوقف وابتداء أحكي أنه وقفها لا يجوز إلا اختبارا يعني هيك هيك تكون جوابي يعني قلت لك أخي في علما إني أعلم ما شو نعلم أخفان موضوع في إني أعلم ما بعرف شو ده يعتبر حسن ولا قبيح بين الحسن والقبيح أعلم شيء لسه ما حدثت شو شيء اللي أنا حدثت فيش تعلق شديد آه فيش تعلق شديد أعلم ما حسن أتوقع صاح أعلم ما أعلم شيء لسه ما كملت شوه الشيء ما شرحت عنه فيمكن يكون مع الحسن مع الحسن بس أنا كل الوقوفات اللي عملناها اليوم كلها اختبارية ما وقفنا موضوع أنه صح ولا يجوز ولا ما يجوز هل الوقف يبدأ ولا يبتدأ بس أنا موضوع أنه حتى على مستوى الكلمة إذا في موصول لا ستعنا أقف على جزء منها صح ولا لا إذا مرسوم طبعا إذا مرسوم رسم مقطوعة جوز الوقف عليّ اختبارا بس أولا لا يجوز الوقف عليها معينها مرسومة مفصولة بدي أعطيكي مثال على كلمة من الأشياء اللي بلخبطوك فيها إذا كانت كيف أبتدأ بها أنا أجب لك على كلمة بلخبطوك فيها كيف أبتدأ بها عند الابتداء بتكون هاي الفكرة طيب هاي على موضوع أنه كيف أبتدأ موضوع أنه مقطوع مفصول يلا كيف أبتدأ بهاي الهمزة الوصل هاي أني أي كلمة بسا لو سمحتي هاي واتقوا واتقوا برضو واتقوا تسقط لأنها مش بها تدائجة الهمزة يعني أصلا مش بابتدائجة هي سبقتها واو أنت عشاء تروحت الدوري لهم ابتقوا إنها الثالث الساعة المفتوح معناته هاي دهمزة مكسورة طب هاي لا يبتدأ بها أصلا هل أنت الفكرة لا يبتدأ نعم أيوة هاي موضوع إنه لما يقولك المقطوع هو الموصول هاي وثلان من الموصولات مثل ها كلمة ينفق صح فهم هاي من الموصولات الفكرة إنه أنا لما آجي بدي يحكي للشيخ إنه أبتدأ بها نعم بدي أنتبه هنا موصولي ولا لا وإذا كانت مقطوعة اتبه هنا ما تكونش من المقطوعات حكما من الموصولات حكما طيب فإحنا هلأ ما لا وينها ما أو لا لا نفس الشي مادية طبيعي واجب حركتين تعلمون تعلمون حركة النون مفتوحة حركة أصلية نقف عليها بالسكون نقف على حرف النون بالسكون المحد بثلاثة أوجه لأنه ماد عارض للسكون ماد جائز عارض للسكون نقف علي بثلاثة أوجه اثنين أربعة ست حركات ولا يدخلها لا روم ولا إشمام لأنها حركة مفتوحة حلو كلامك لكن اللي خبطت جملتين مع بعض شو شو حكيتي أنت حعيد لك شو حكيتي نون مفتوح يوقف عليها بواجه نقف عليها بالسكون المحد أوجه نازم والماد ماشي خلاص ماشي هسا بعيد ترتيب الجملة عيدة ترتيب أيه ماشي نقف عشان أنا مش بتعودين عندنا في فلسطين أنه نحكي الحركة والحمد اللي قبله خلاص نحكي كيفية وأوجه هيك بتعودين فأنت أسلوبك جديد علي لا هو شوفي كيف يعني إحنا عنا أشوفي وأحكيلي كيف نجاوب عن المس عنا يعني نقف عليها بكيفية واحدة فقط وهي السكون المحط مع ثلاثة أوجه قصر توسط وإشباع هيك إحنا جاوبنا فأنت فأسلوب الجديد علي بدي فترة تتعود عليه طب أنت جاوبتين هاي الجملة العارض للسكون 2 و 4 و 6 لكلمة نون لحرف النون لا طبعا بس هي الكيفية إحنا نقف كيفية يعني الفرع بين اللي إنتي حكتي والأنا حكيته فقط إن أنا بدي أفصل أنا بحكي عن النون الآن ثم بحكي عن المدلحة بدي أصل الكلام عن بعضه بس هي مجرد فصل خلص إن شاء الله هيني بدي أجربها من جوابك إنتي أنا فكرت الحكي عن النون أيها طيب ماشي خلص بدي أعيد الجواب بدي أحاول أعيد جوابنا لحالي أعطيني طريقتك بس أعطيني كلمة هيك تفصل يلا نقف حركة النون حركة أصلية نقف على النون بالسكون المحد مع مراعاة بينية النون وأما المد الذي قبله فنقف عليه بثلاثة أوجه اثنين أربعة ست حركات لأنه مد جائز عارض للسكون جائز عارض للسكون ممتاز هيك الجملتين بزارة واضحة عن إيش بتحكي هون أو إيش بتحكي هون هلأ سوال إنه لما بتصير معنا إنه الواحد بصير جاوب حسب شو شيخه بدرسه يعني عندي بتحكي حكي وعنده شيختك هتحكي حكي تاني لكن إذا حكيت الفكرة إنه نبدأ أنت عند شيختك الشيخة فهم عليك وانتي فهم عليك لكن تخيلي إنك ترح طلعت بهذا العلم في مكان آخر أنت بديك جواب لحالي فهمت عليك حكيت لها أنا أسلوبة حكات لي إحنا بنحكي عن كيفية لما أنت تحكي عن كيفية وقف خلص هو معروف يعني شو كيفية وقف بشكل عام أنت بتحكي على الكلمة أما لما تحكي عن أرف آه عند كم معلمة درستي إنتي؟ حاليا تقريبا ثلاثة طيب أنا درست حوالي أنا أكثر من 12 كل واحدة بتحكي شيختك وإن شاء الله وإن شاء الله لا لعا فكرة ما تحكي شيش كتير فيه متحنات ما نجحتش فيها في الطريقة أقرأ عند حدا تاني بس مش يعني إنه والقرآن لا يوجد فيه فشل هو عبارة عن نجاح فب نجاح بس نجاح على نجاح مرحلة واحدة بس الفكرة إنه كل شي خارج شيكل طب أنا كيف أرض الجميع أحكي جملي خلص ما ضلني شط لخبط مش أنا أتفرج عليك إذا أنت فلانة بدي أحكي لك هيك وأنت فلانة بحكي لك هيك خلص أعطيني جملة هيك جاهزة وين ما أجواب فيها ولا حدا بي ناقشي وإنتي جوابك أدق يعني إنتي طريقة يعني إجابتك تجويدية أدق أنا أنا بحسها أدق فعلا إنتي تحكي عن حارب تحكي عن مد قبله يعني إجابتك هي أدق يعني أقرب للصواب زي أنا بحكي يعني هي الأقرب للصواب فعلا يعني بس إنها جديدة علي بس مش لا إشي بحكي كله صواب لكن في صواب واضح بحكي لك أقرب لأقرب يعني أقرب جواب صحيح وكله خير كله خير يعني يمكن تحكي عندها الشيخة بطريقتها وعندها الشيخة بطريقتها بس فكرة إنه كاموم بحاول أنا بطريقتي إن أعلم شغلة لو مين ما رحت عنده حدا عنده قراءات ولا ما عندهش قراءات حدا عنده يعني مثلا أنا إلي كتاب في مد البدل كتبت فيه إنه المد البدل واجب أنا أصدق واجب عنده حفص فأوام لوحدة ما عندها قراءات فتحت الكتاب التي هذا غلط خطير كيف واجب مد البدل بأخذه جائز يعني أنا نفسي نفسي بأخذ المد نفسه أكثر من حكم إله يعني أنا دقطعة طالبات مبتدئة بتحكي لهم هذا المد واجب دقطعة طالبهم متقدم بتكتحكي هذا المد جائز فهمي علي كيف لا أنت أعطيه جواء كامل اعطيه وتحكي واجب عنده حفص جائز عنده غيره هيك الجملة خلصت قلصتي مثلها مثل المد منفصل المد منفصل جائز جائز للقراء واجب عنده حفص أو ليس لنا في حفص إلا المد كله هذا بجوز بس الفكرة إلا ما تعطي مثل هيك جواب سمعت عنده واحد عنده قراءات سمعت عنده واحد صغيرة سمعت عنده واحد كبير كله بفهم المعلومة كاملة مش محتاجة تعيدي الشرح وتعيدي صياغات خلص جملة واحدة تعطيه للجميع فهلأ هذا الكتاب اللي كاتب أنا فيه المد بدل واجب بدرجع أعيد كله أعيد كلمة واجب إلى مد بدل واجب عنده حفص جائز عنده غيره بدرجع أعيد كتابة الكتاب كامل فهي هاي الفكرة إنه جواب كامل متكامل لا يلبس فيه بده صبر من الشيخ المش متعودة على أسلوبنا أثناء الامتحان ولكن إذا جوابتي محد بقدر نقشف فيه إن كنتي حكيت جواب خطأ ولاحظ إنك سميتك لأنه بس مجرد أعرف إنه هاي نون عرفت أحكامها خلص عقلي فتح على أحكام النون لما أعرف إنه هاي ألف مادية عقلي فتح على أحكام ألف المادة المضطرفة فتحت على هاي كاف على هاي هاء الكناية فتح عقلي أوتوماتيكيا على كل موضوعات هاء الكناية فتحت على هاي التأنيت فتح عقلي فهي مجرد تسمي الحرف أنت خرجتي من الإشكال نعم طيب هس السؤال هس أنا عندي امتحان شفاهي حكيتلي على كلمة تعلمون استسميت الحكيت بكيها قبل شوي طيب بدي أحكي هس على مرتبة النون أذكرها في حالة الوقف كانون ساكن أي مرتبة وحالة الوصل كانون هاي كيف أسلوب الحكي يعني شوفي لمرتبة غنة النون أنت رعايت توسطها أنت هنا متوسطها هي في توسطها بتكون من مرتبة الخامسة حكتيها رابعة حكتيها ولما حكتيها بيجوز بيجوز هي أوتوماتيك لي لما تكون ساكنة بتكون في المتربة الرابعة بس هم بس نعم تكون منك حركة خامسة مياع شونا مبتوبة هذا وصلت وصلت يعني أحكي وقفة لمرتبة رابعة ووصلة لمرتبة الخامسة مثلا بس نعم تحكي ما تدخل فيها إذا مش مسؤولة أنا خلص نعم مرعاة توسطها هي وهي في توسطها فهي من المرتبة الرابعة وطماتيك لي هم هاتولة اتنين بنشي بالتوازم مع بعض حكيتي هاي ولو حكيتيش مع بعض ماشي نعم نعم إذا سألتك شو مرتبة غنةها أعطيني مرتبة غنة ساكنة ووصلا ووقفا ووصلا تيجي بتحكي لها هاي مرتبة رابعة ثم بتصير خامسة أيوة إن شاء الله هيك ما فيش فيها خلاف بس إذا سألت عنها بس خلص مرعاة توسط النون إذا نعرفت إنها من المرتبة الرابعة إن شاء الله إن شاء الله طيب بارك الله فيكم هذا ما قدرنا عليه اليوم إن شاء الله تعالى إذا في أي سؤال بتحبوا تسألوا تفضلوا لأن مرات النقاش والأسئلة بثير مواضيع إنتم محتاجينها يمكن في حالتكم اليومية يمكن تحتاجوا أكثر من الموضوع الحسطات اليوم إذا كانت مفيدة لكم طبعاً يعني زي معلومة ليس لنا في حفص من طريقة الشاطبية إلا للمد يعني هاي أول مرة أسمعنا هاي المعلومة بالنسبة إلي يعني فيها؟ منفصل والصلة الكبرى جائز فقط ما تجائز منفصل ما تجائز صلة كبرى أما ليس لنا من حفص من طريقة الشاطبية بصراحة هي معلومة جديدة يا الله يتزيك الخير في المراكز تحضل جملة تحت شيختك حسب شيختك شو تعلم؟ نعم صحيح دكتورة أنت بتخلي الكلمة حرف حرف فبتعطيها حقها كل حرف يعني كيف نقف عليه هم أحياناً المعلمات بختصروها الوجه على طول إيش هاي فيها شمان فيها روم فيها يعني حضرتك علمتنا كيف أنه نقف يعني هذا حكمه شيء وهذا حكمه شيء ففعلاً يعني بإجابتك دقيقة أكثر من يعني اللي باطل باطل المختصر يعني أكيد الله يتزيك الخير عارف شو المختصر مشكلته أنه أنت ما بتتعلم حالة أخرى أنت بتفكر كل الحالات يعني كل حمزة متطرفة معنات وفيها مد متصل قبلها طب شيء محرفين قبلها ما دخلنا في المد أصلاً نعم ولما ندخل في المد بيكون مد عارض لسكون 2-2-4-6 بدخلش في موضوع المتصل فإنت سماء خلص سماء كل حمزة متطرفة فيها 4-5-6 انت هيك بتفكر ما دخلتي لأنك ما فصلتي عقلك ما فصلت انتين عن بعض طب بالك في المد مثلاً أحكيليك عن مثال مثال جاعل عارف شو واحدة ممكن تحكيلي هون تتفرج عليها بتقول لي هذا اللام مضمومة فيها كيفية 3 كيفيات والمد قبلها 2-4-6 شايف الألف قريبة من العين من اللام تخيلي عينها شافت حرف الثالث مش الثاني نعم لما أحكي قبلها بدور على الحرف اللي قبلها مش اللي أجي أحكي عن هاي هون وهي هون آه لا هي الأجابات المختصرة تخلي الواحد يضيع يعني شو لي يعني شو لي تعجلي في الجواب وانتي متمكنة منه يعني هون مثلا الحرف الأخير طب إليها ساعة بتحكي عن الواو طب الحرف الأخير ألف نعم انت الفكرة اللي مرسول نعم نعم ألف علي صف المستدير خلاص يعني هذا حرف زايد والواو المادية هي الحرف الأخير واو المادية برا أني حكيت الحرف الأخير واو مادية فهمت أن هذا زايد مش كل واو مادية مش كل زي كل واو في آخر الكلمة مثلا وهاك صحيح الله يجزيك الخير يعني صارت المعاني مفهومة أكثر وصار الشرح مفهوم ومفصل أكثر صار التفق يعني الواحد صار يعرف يجاوب صح يعني لأنه يعني فعلا الطريقة المختصرة أصلا ما بتعطي الكلمة حقها أنك تتفصليها كيف هي وكيف هي ممكن أكثر إشي نواجهتوها لما دخلنا على موضوع الهاءات شوك كم الهاءات كبير موضوحها طب هم بفكروا كل موضوع زي بعض طب الهاء السكت غيرها الكناية غيرها التأنيف غيرها التأنيف غيرها الأصلية الأصلية آه صح كل هاي لها حق أحكامك لاش بتلخلط لان مش مسمي لها سمي لها أعطي لك كتاب نوع لها وشو اللي بدي أجاوب بعد لها بس هي مجرد أنك تكوني عالمية تكوني كلامك تدريب 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 إن شاء الله إن شاء الله معاك بنشتفيد أكثر وأكثر بإذن الله نعم والله كله خير كله خير بارك كله خير لكن اللي بتصير إن الإنسان في مكان ما يجد الخير مجزئاً في ناس بتجمعه في ناس بتركز يمكن يكونوا أقوى مني في أشياء أخرى فالله يجزيهم الخير جميعاً أين مكان؟ والله كلهم خير صحيح يعني الواحد بتعلم من الجميع وبس في كل مدرسي أو كل معلم إلو سلوب إلو طريقة يعني بستفيد من خبرات الجميع الله يجزيكم الخير الجميع هذا من اللي تعلمناه من الدكتور عمر حمد لما تحدث عن كان يتحدث لنا عن شغلة بسيطة بس إنه موضوع الغنن هل غني هاي مرتبة رابعة ولا خامسة ولا ثانية ولا ثالثة هل في فرق بين الغنن وكذا فتح لنا خمس قراء كل قارئ بقراء شكل فهذه هي ذات الإنسان اللي درس على أكثر من الشيخ فعلاً واحد بستشعر موضوع إنه همية الرحلة في تعلم القرآن أحيانا الواحد مع لش دكتورة ما بيدرس على أكثر من الشيخ برضو بتخربط أحياناً إذا ما كان يعني متمكن يعني زي الغنة الشيخة علمتنا إياها أربعة وشيخة علمتناها خمسة فالواحد أحيانا مش هارشو يحكي أربعة ولا خمسة مع الناس إحكي كالتالي على ابن الجزري خمس مرتب نعم على أربع المراتب بتاعك كامل أكمل ناقص أنقص روح لدكتور إيمان سويد ودرسنا في أربعة عمدا نعم نعم هاي هي موضوعنا إن شاء الله يعني يحاول إنسان إنه وإن شاء الله الكل يستفيد والكل يكون ماكن بعلمه هذا الفرق بين علم الدراية وعلم الرواية 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 واحدة بيعمل الشغلة صح لكن لا يعرف شو السبب أو شو العلم النظري هو خلفه هلا إن شاء الله يا ربي تكونوا ربطين فعلاً هذا هدف تدريباتنا إنه نربط المادة العملية النظرية مع المادة العملية يكون في ربط واحد ويكون الواحد عارف بالضبط شغلة